الكنبلة الكهرومغناطيسية أو الكنبلة الإلكترونية هي الكنبلة التي تحدث نبضا كهرومغناطيسيا يلحك الضرر بالأجهزة الإلكترونية ويصيبها بالتلف وينشأ الانفجار الكهرومغناطيسي بسبب انفجار ناوي غالبا أو من تقلبات مفاجئة في المجال المغناطيسي وتحدث التغييرات في الحقول الكهربائية في الأنظمة الكهربائية تدميرا في عناصرها الإلكترونية بتأثير انهيار الجهد وعالة ما تكون آثارها لا تتجاوز عشر كيلومتر من الانفجار إذا لم تكن مقترنة بكمبلة ناوية أو أن تكون مصممة خصيصا لإنتاج النبض الكهرومغناطيسي الهائلة وقد ظهرت فكرة الكنبلة المغناطيسية حينما رصد العلماء ظاهرة علمية مثيرة عند تفجير كنبلة ناوية في طبقات الجو العليا واطلق عليها التأثير الكهرومغناطيسي حيث أنتجت نبضة كهرومغناطيسية في وقت لا يتعدى بدع أجزاء من الثانية ترجمة نانسي قنقر